موسيقى من يتخذ من دون الله أندادا شبهاء ونظراء ومثلاء يحبونهم كحب الله محبة مساوية فإذا أحب الند محبة مساوية لمحبة الله شرك أكبر فكيف بمن يحب الند أكثر من محبة الله وكيف بمن يحب الند ولا يحب الله أعظم شركا نحب الله ولا نحب أحد مع الله وإلا كانت المحبة شركية طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم والصلاة والسلام والصالحين والملاكة عليهم والسلام نحبهم لأن الله أمر بحبهم محبة هؤلاء تحت محبة الله عندنا محبة وعندنا خوف تخاف من الله تقدم الخوف من الله على الخوف من كل شيء يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد قضى الله أن من قدم حبه لشيء على محبة الله عذبه الله به كيف يا شيخ هذا لا تكتب نعطيك كتاب إن شاء الله الشيخ أحمد بعد الدرس يعطيك كتاب مكتوب في كل شيء انتبه معي الله يوفقنا وإياك نعم يقول من قدم حبه لشيء على محبة الله عذبه الله به فرعون قدم محبة ماذا محبة السلطان قال وهذه الأنهار تجري من تحتي جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقي عذبه قارون قدم محبة المال عذبه بماله وقضى الله أن كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به كيف وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق إذن أنت تقدم محبة الله سبحانه وتعالى إذن عندنا محبة وخوف السائر إلى الله لابد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء يجعلهما كجناحي الطائر لا يقلب جانب على جانب فيسخب يعني لا يقنط من رحمة الله ومع هذا يخاف يجمع بين الخوف والرجاء ويسير على هذا